السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط نلتقل لهم بإذن الله تعالى مع نموذج اختبار مادة اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الثالث لعام الدراسي 1444 واربعون هجرية والسؤال الأول اكتب في هذا الموضوع موضوع التعبير وهو يتحدث write about the kindness of people you like to be friends with اكتب عن أنواع الناس أو الأشخاص الذين تحب أن يكون يكونوا أصدقاء لك what characteristics do they have اكتب عن شخصياتهم وهنا بعض الكلمات التي تساعدني في الكتابة مثل interested اهتمامات هؤلاء الناس supportive spending time في ماذا يقضون أوقاتهم وresponsibles يعني المسؤوليات مسؤوليات هؤلاء الأشخاص grow up النشأة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين تحب أن يكونوا أصدقاء personality شخصية شخصية هؤلاء الأشخاص friendship الصداقة وrespect الاحترام ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثاني comprehension read the following passage and answer the question اقرأ هذه القطعة وأجب عن الأسئلة والقطعة تتكأت بعنوان visit Italy زيارة إلى إيطاليا وبعد قراءة هذه القطعة تعالوا معا نقوم بحل الأسئلة it should the correct answer اختر الإجابة الصحيحة نقط is one of the most beautiful cities in the world ما هي المدينة التي هي من أجمل مدن العالم الموجودة في إيطاليا هل هي روما and Florence and Venice and Bombay أجمل مدينة في إيطاليا موجودة هي مدينة Venice number two in Bombay you can learn about life في مدينة Bombay يمكن أن تتعلم عن الحياة in 79 CE يعني السنة 79 قبل الميلاد أو 72 أم 900 أم 790 أم القرن السابع السامن عشر يمكن عند الذهاب إلى Bombay أن نتعلم أو نعرف معلومات عن الحياة في السنة التاسعة والسبعون ميلادية number three a gundola if الغندولة هذه هل هي car سيارة boat مركب بايسكل أم هليكوبتر gundola is a boat يعني قارب b right t for true or f for false أكتب أكتب تي للإجابة الصحيحة وأكتب حرف الف للإجابة الخضاء Italy is the third most popular country to visit in the world إيطاليا هي المدينة الرابعة الثالثة عالمياً من حيث زيارات الناس لها وهذه عبارة خاطئة كما ورد في القطعة ترتيبها ليست الثالثة فهنا نضع if حرف الف نكتب حرف الف لأنها خطأ Florence is home to mini museums مدينة فلورنس تعتبر هي بيت لكثير من المتاحف هذه العبارة صحيحة true نكتب تي نكتب حرف التي من الأشياء الشعبية في مدينة فلورنس أن تركب القارب جوندولا هذه عبارة خاطئة فنكتب false أو if ننتقل بعد ذلك للسؤال التالي وهو الجرامر أو القواعد choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة نختار الفعل في زمن الماضي لأن هنا يأتي قبلها الفعل في زمن المضارع المستمر والفعل الذي بعدها يأتي في زمن الماضي التصريف الثاني للفعل jack was talking on the phone jack كان يتحدث في التليفون نقط he was driving that while where which الإجابة الصحيحة while بينما إذن jack كان يتحدث في التليفون أو في الهاتف أو في الجوال بينما he was driving number three she was cooking dinner when while where which I arrived the moment when some one called my name هنا نختار I was looking I was looking at the moment when someone called my name قلنا أن قاعدة when يأتي بعدها يأتي قبلها الفعل في زمن الماضي المستمر والفعل بعدها يأتي في زمن الماضي في التصريف الثاني للفعل number five have you not washed the clothes have you already I'm yet I'm just I'm already not have you already have you already washed my clothes هل أنت فعلا قمت بغسيل ملابسي number six the salesperson البائع was so such much so much bushy that I left the store without paying anything with so so bushy يعني so bushy يعني السلوك غير طيب أو مندفع number seven he enjoys work working working to work in the high tech computer field he enjoy he enjoys working he enjoys working in the high tech computer field يعني هو يستمتع بالعمل في high tech computer field في مجال الحاسبات number eight he has so much or نختار much أو so many أو that mini box that he can hardly carry them يعني هو يمتلك كثير من الكتب حيث أنه لا يستطيع حملها إلا بصعوبة فنقول he has so many many تعبر هنا عن العدد number nine do you prefer to walk or take the bus هل تفضل أن تركب أن تمشي walk تمشي or take the bus أم تركب الأوتوبيس أو تأخذ الأوتوبيس رد عليه بوب وقال الاجابة الصحيحة يعني أنا أفضل أن أتمشي أو أن أمشي number ten I wish I had hadn't didn't have not have so much homework إذن I wish didn't لأن هنا I wish I didn't have هنا في زمن الماضي number 11 رقم 11 قاعدة F if viewer people drove or will drive would drive I'm drive their car there wouldn't be so much traffic الاجابة الصحيحة number 12 I wish I will know would know no new what to do can you give me some advice فهنا الاجابة الصحيحة بعد I wish بعد الفعل wish أو I wish نختار new I wish I knew يعني أنا أتمنى أن كنت أعلم ماذا أفعل what to do can you give me some advice هل يمكن أن تعطيني نصيحة number 13 السؤال رقم 13 I miss to spend spend this spend spending time with my friend I miss spending الفعل هنا في زمن المضارع المستمر I'm sorry I didn't expect is be being to be be out so late أنا لم أتوقع أن أكون بالخارج to be I didn't expect to be أن أكون هنا الفعل في المصدر السؤال التالي correct عفوا choose the correct letters اختار الحرف الصحيح the people who live in the city are always in a hurry الحرف الصحيح هنا R M C M K الحرف الصحيح أو الناقص هنا حرف R حرف R هو الذي ينقص كلمة Harry the watch is that the man was sealing were fake الحرف الناقص هنا هو حرف E sealing يعني يبيع أو sealing يعني يبيع number I hate this program I'm going to turn it off كلمة off هنا ينقصها حرف F off هكذا O F F يعني سوف أغلقه turn off يغلق البرنامج أو الجهاز number four have you taken the gear badge out yet هل أخرجت أو أخفت حقيبة المعدات في الخارج out كلمة out ينقصها حرف U out number five if I don't wear cool clothes I want صحيح هنا هو حرف T I want fitting يعني لا يناسبني fit الفعل fit معناها يناسب أو مناسب number six if I study for this test لو أنا ذكرت لهذا الامتحان I will pass ها الفعل pass ينقصه حرف the if حرف the s number seven remember to stand in remember to stand in link link ينقصه حرف the n عفوا line line ينقصها حرف m remember to stand in line يعني تذكر أن تقف في الصف number eight try not to spread dust and mud in the house هذه الكلمة كلمة house ينقصها حرف U ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي المفردات to the correct answer اختر الإجابة الصحيحة واحد ماكس why are the police taking to جيري أو talking to جيري لماذا تحدث أو تتحدث الشرطة لجيري رد عليه جيسون قال he saw a man who tried to knock a bag steal fake pretend in a hurry الصحيح الذي يكمل الجملة steal هو رأى شخص يحاول سرقة البag الحقيبة number two that demon is not real هذا الشيطان ليس حقيقي it is see if give direction fake steal fake this it is fake يعني ده مزيف هذا مزيف هذا ليس حقيقي that diamond عفوا diamond هنا معناها الماس diamond هنا معناها كلمة diamond معناها الماس أو الأحجار الكريمة that diamond أو هذه الجوهرة أو هذا الحجر الكريم أو هذا الماس is not real غير حقيقي it is fake number three some people are always pretend in a hurry still giving direction some people always أو are always in hurry دائما الكثير أو بعض الناس دائما مسرعين في حياة أو في عجالة من أمرهم they don't have time to talk and relax ليس لديهم وقت للكلام أو الاستجمام number four you use tooth brush يعني أنت تستخدم فرشة الأسنان and نقط to brush your teeth tooth hair dryer shampoo scissors ماذا تستخدم مع فرشة الأسنان تستخدم مع فرشة الأسنان تستخدم المعجون وهو tooth bust أو tooth best number five you use نقط to cut paper ماذا تستخدم لكي تقطع الورق you use scissors تستخدم المقص لتقطع الورق number six you use a نقط to dry your hair when it wet أنت تستخدم نقط لكي تجفف شعرك عندما يكون مبلل شامبو to bust hair brush أم hair dryer نستخدم hair dryer مجفف الشعر number seven if you drive too fast لو أنك تقود بسرعة جدا you will get a ticket أم benefit أم you will get ticket يعني سوف تأخذ مخالفة ticket بمعنى مخالفة سوف تحصل على مخالفة إذا كنت تقود السيارة مسرع جدا number eight donna tries to hard donna tries to hard تحاول بصعوبة to to fit in she always does what other people are doing فهي تحاول الاندماج fit in يعني تندمج فالصحيح هنا نختار fit in يندمج أو يتناسب مع الوضع number nine one نقط to being a professional sportist player is that they make a lot of money يعني أحد أهم المميزات أنك تكون لاعب محترف أنك تحصل على الكثير من المال والصحيح benefit هنا أي فائدة one benefit benefit معناها فائدة number ten americans usually introduce themselves with their نقط name الأمريكان أو الأمريكيون عادة يقدمون أنفسهم ب second name عادة يقدمون أنفسهم with first name أو ممكن أن يقدموا أنفسهم with last name على حسب يختلف من ممكن أن يختلف من مكان إلى آخر number eleven علي شكر صديقه يعني علي شكر صديقه لأنه hospitality معناها كرم الضيافة كلمة hospitality يعني كرم الضيافة فعلي شكر صديقه the host host معناها المضيف كلمة host بمعنى المضيف إذن صديق علي هو المضيف وعلي شكره لحسن ضيافته أو لكرم ضيافته السؤال التالي write the correct word under the best أكتب الكلمة الصحيحة تحت الصورة tenis player taxi dishes هنا هذا taxi فنكتب كلمة taxi هنا هكذا الصورة الثانية وهي tenis dishes الأطباق dishes يعني أطباق d-i-s-h-e-s الصورة الأخيرة وهي تعبر عن tenis player لاعب tenis tenis player هكذا أعزائي نكون قد أنهينا نموذج اختبار مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الفالس ألقاكم على خير بإذن الله في نموذج اختبار آخر لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته